لنغالط أنفسنا تعال نقرأ واقعنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه من يجي يفتش في أنصاره ما مفروض أن واحد من أنصاره لديه خلاف مع أبيه أو مع أمه أو مع أحد إخوانه أو جيرانه أو أحد من المؤمنين لنغالط أنفسنا تعال نقرأ واقعنا اطلع خمس دقائق بالطريق وشوف هذا المجتمع هو مؤقل ينصر الإمام ما قادرين نتحمل أنفسنا ما قادرين نتحمل بعضنا بعض اتركنا من الطريق هذا يعاند هذا وهذا ما يخليه هذا يطوف وهذا كذا تعال إلى علاقاتنا الخاصة هذا ليش غاضب من أبيه حتى لو كان أبوك عاصياً حتى لو كان أبوك ظالماً عليك أن تبره لأن البر الله أمر به ليس لأجل شخصية أبيك عقوقك لأمك أو غضبك مع إخوانك قطحك لصلة أرحامك بالذات القرابة الخاصة ليش أنا أختلف مع إخواني على شنو؟ علشان ميراث؟ أختلف مع إخواني علشان أطفالنا الضاربة وتزعلنا؟ أختلف مع إخواني علشان زوجتي وزوجته مختلفين مع بعضهم البعض؟ أختلف مع إخواني علشان مختلفوا إياه بالبيت؟ الإمام ما يريدني أنا ولا ينظر إلي حتى إذا أنا بحي المستوى لست في قاموسه ولست في دفتره إذا أنا أريد أكون صحيح من أنصاري فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي بس كلام بس حاجي لا شكراً للمشاهدة